التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح مساء أمس وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد محمد حسين وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن اللقاء جرى على همش أعمال دورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وأفاد البيان أنه تم خلال اللقاء التنسيق حيال المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية